صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع أولا عايزين نقول كل سنة ومنتخبنا الأولمبي تحت راته 20 سنة يعني طيب وبخير وألف مبروك ألف مبروك لشبابنا الأبطال ومن نصر لنصر بإذن الله مصر فازت بالبطولة الأمم الأفريقية ألف مبروك للرجال اللي أدوا أداء رائع وجميل هم دول شباب مصر الأصيل هم دول شباب مصر صاحب الانتصار ألف مبروك لمصر كلها وللوطن العربي عندنا النهاردة من دمن الإشاعات عندنا إشاعة بتقول أن وزارة التربية والتعليم عملت النهاردة يعني عملت موقع لتقديم على الوظائف وكلام ده مش مظبوط لأن ما فيش إلا موقع وزارة التربية والتعليم هو المناطب الكلام دوت وما فيش كلام ده خالص عايزين نقول النهاردة برضو نعزي محافظة الجيزة في المهندس حسن مصطفى قادة يعني من القادة المحليات وكان رئيس مركز أوسيم وكان رئيس الوحاة البحرية واربعين سنة في المحليات توفى أمس البقاء لله وإن لله وإن الله يرجعون وقول البقاء لله لجميع محبيه وأصدقاءه وزملائه بمحافظة الجيزة النهاردة حلقتنا حلقة في فقرتين زي ما معودينكم مع القانون معنا المستشار يسري شهاب المحامب النقض والدستورية العليا هنتكلم عن التنمر وعن الشباب بتوحها دي الأوبة واللي حصل معاهم هنتكلم عن التنمر بواجه العموم وإزاي نقدر نتصرف أمور كتير إن شاء الله في الفقرة الأولى الفقرة الثانية عندنا نجل الحج عبد الرحمن فتوح الحج عبد الرحمن فتوح شيخ شيوخ محليات مصر يعني كان رئيس المجلس المحلي للبساتين وهو الراجل يعني أدى أداء طيب هو يعني كان معنا الحلقة اللي فاتت رغم مرضه إنما بعد ما الحلقة خلصت عايز أقول لكم انهارت علينا التليفونات بشكل لا تخيلوه الراجل الناس بتحبه بشكل قوي جدا وهم عايزين يكرموه يا كريم خاص إن شاء الله انتظرونا في الفقرة الثانية برضو مع ناجل الحج عبد الرحمن فتوح الحج أحمد عبد الرحمن فتوح معنا النهاردة طبعا في الفقرة الأولى نتكلم عن التنمر معنا المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد الدستورية العولية أهلا بيك يا يسري بيك أنا سامة طبعا كلنا عارفين المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد الدستورية العولية خبير جرامي المعلومات مستشار بالتحكيم الدولي عدو منظمة جينيفي الدولية طبعا أنت بتتملي بتوجهنا للمفاهيم القانونية الصحيحة بشكل مباصر ودائما يا فندم برنامج صباح بكرة أحلى دائما يكون قدام الناس كلها لجميع الاستفسارات القانونية لمعرفة حقوقهم وواجبتهم طيب إحنا النهاردة عندنا المشكلة بتاعت التنمر والقضية بتاعة شباب حداي الأوبة وهو للناس اللي ما تعرفهاش أن فيه ثلاث شباب بيستوقفوا أحد الطلبة هو من جنوب السودان وشاب لطيف جميل كده وحاولوا يضايقوا بشكل معين فالجميل في الموضوع لما بيسألوا طب أنت يعني ليه ما حاولتش أنك أنت يعني تأمل معهم مشكلة فقال أنا طالب أنا طالب وأنا بحترم مدرستي وبحترم البلد كمان اللي أنا موجود فيها وهما كانوا جم من فترة من جنوب السودان وهما كانوا يعني هو أسرته حوالي 11 فرد وأب وأم أب مكافح بيعمل والولد يعني ما شاء الله عليه ولد لطيف جدا بيقولك أنا بحترم مدرستي وبحترم البلد اللي إحنا فيه تم القبض على ثلاث شباب وهنا هو ده موضوع القضية معنا يسر به الأول عايزين نفهم يعني نفهم للناس المفهوم بتاع التنمر يعني ناس كتير أول ما تعرفش يعني التنمر أولا يا فندم إحنا عشان نتكلم في عضية حداية القبة لازم نعرف إيه هو التنمر وإيه هو أثليب التنمر ومن هو الشخص المتنمر التنمر يا فندم شكل من أشكال الإثاءة إذا كانت لفظية أو فعلية أو بدنية أو نفسية من فرد أو مجموعة من الأفراد تجاه فرد أو مجموعة من الأفراد مستغلين بقى قواهم البدنية قواهم المادية قواهم النفسية وغالبا بيقع هذا التنمر من بعض الأشخاص اللي هم معتقدين أن هم أقوياء إذا كان ذهنيا أو بدنيا أو مادية ده التنمر بصفة عم تمام أثليب التنمر إيه؟ قد تكون إثاءة فعلية قد تكون إثاءة قولية قد تكون أثليب عنيفة مثل المقالب السخيفة مثلا اللي بيعملها بعض الأفراد في بعض الأشخاص قد تكون مضايقات مادية أو جسدية ودائما الشخص المتنمر يكون سعيد بالمضايقة للغير أو سعيد باستفزاز الآخر ليه؟ لأن الشخص المتنمر ده وده اللي يخلينا نعرف من هو الشخص المتنمر الشخص المتنمر ده أولا شخص قد تربى تربية سيئة جدا قد تعرض في حياته مثلا لتنيز بينه وبن إخواته بينه وبن حد في المجتمع ميز حد عنه قد تعرض لتعذيب قد تعرض لتفكك أسري كل هذه العوامل جعلت هذا الشخص متنمر يعني إيه متنمر؟ أنه عنده نقص في الشخصية بيخليه سعيد بإتعاث الآخر وهذا هو الشخص المتنمر تمام يعني إحنا دلوقتي بنقول المتنمر اللي هو بيحاول يعني إيه يقول لك حاجة مش كويسة فيك ويبرزها أو زي الكاركاتير ويكون سعيد ويكون سعيد بدور يعني كان أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي كان بيقولوله هو صغير ودنك مترتقة فقال لك أنا خليتها ميزة كان فنانة بلغت من العمر 80 عام عاملة عيد ميلاد فبيقولولها يعني 80 سنة وبتعمل عيد ميلاد فردت عليهم بالشياكة قوي لأنها فنانة شيك قوي وقالت لهم يعني عبالي العيد ميلاد المياه لنا كلنا يعني ما هو دي بقى شخصيات قوية لكن الشخصيات ضعيفة اللي هي بتتأثر بكل الظروف منذ أن يكون طفلا حتى رجلا وكل دي عوامل بتخليه شخص متنمر لأنه تسائل كتير وحاس أنه هو منبوس في المجتمع وحصلته مشاكل جعلته شخص غير سوي طيب نتكلم عن القضية بتاعة شباب حدايق الأوبة دولة يعني ترى إيه الحكم القانوني فيها؟ أولا الحكم القانوني التنمر لا يعرفه القانون لم يعرف القانون لفظ تنمر ولكن احنا شرحنا ما إيه هو التنمر ومن هو الشخص المتنمر وإيه أسليب التنمر فلما نجي نتكلم عن القانون هو التنمر قد يكون إثاءة في استعمال القوة أو إثاءة في استعمال السلطة بمعنى أن القانون قال أنه يعاقب على التميز والإيذاء فهذا التنمر يعد إيذاء للآخر ما فعله هذا الشخص تجاه شخص آمن يعد إيذاء وقد يكون الإيذاء لفظي أو بدني الإيذاء اللفظي لا يصل إلى حد الجرح أو الضرب أما الإيذاء البدني اللي هو قد يصل إلى حد الضرب هو يسري به نوات يعني ما يعتبرش مثلاً أنه يناديب لون بشرته أو كده ده يعتبر سب وقصف ده الإيذاء اللفظي مش البدني إنه هو سبه وقذفه وشتمه وأهانه دون أن يحدث به جرح فده السب اللفظي أو الإيذاء اللفظي أما الإيذاء البدني اللي هو قد يصل اعتراض الشخص للشخص إلى الإيذاء البدني إلى الجرح إذا كان الجرح أقل من 21 يوم أو أزد من 21 يوم وده تحدث عنه المادة 241 و241 و242 من قانون العقوبات طيب اللي احنا أريناه بالنسبة للنيابة وتكييف النيابة للقضية كان بيقولك على حسب المادة 375 375 مقرر إنها بلطجة وإنها يعني كيفتها على إنها بلطجة واستخدام قوة إيه رأي حضرتك في الموضوع ده لا يا فانو هو التكييف ده خاطئ طبعا لعدة أسباب فضل السبب الأولاني إن مادة 375 و375 مقرر الخاصة بالبلطجة أولا لازم نعرف إيه هو البلطجة وإيه هو المتنامج نحن هنيجي فيه بس هو بالنسبة للقضية دي أنت شايف إن ممكن لو تكييف النيابة كده ده يتحكم عليه بي لا ده تكييف خاطئ ليه تكييف خاطئ لأن البلطجة ليها أشكال تانية وليها شروط تانية لا تنطبق على هذه الواقعة الواقعة دي تعد إذاء ولو افترضنا جدلا إن هم حسب الواقعة بتاعت حدائق الأوبة إن هم الثلاثة أشخاص الجماعيين اللي اتعرضوا لطفل سوداني في سنة ربع ابتدائي لا مش ربع ده كبير لا في ربع ابتدائي طفل في ربع ابتدائي في ربع ابتدائي في مدرسة اللاجئين بالعباسية ده ساب السودان وجوم هنا في مدرسة خاصة باللاجئين بس شكله كبير يعني هو أيوان حديثه كبير برافو على حضرتك هم قالوا إن هو حديثه تحس إنه مش طفل حتى في طريقة حديثه ما تحسش إنه طفل لكن هو طفل في سنة ربع ابتدائي واطلبت ثلاثة الجماعيين فيهم اتنين بكلية الحقوق شوف الثقافة المفترض إن طالب الجامعة ده وخاصة طالب الحقوق إنه ده يبقى راجل راجل عارف ثقافته وعارف ثقافة بلده وعارف إنه لما يتعدى على طفل لفظاً أو قولاً من دولة تانية قد تحدث خلافات من الدول ولكن الموضوع إيه؟ إن البلطجة في مدة 375 لازم أن تستخدم أسلحة تستخدم أداة ما هو ده اللي إحنا عايزين بقى نوضحه للناس إنه هل فيه فرق ما بين البلطجة والتنمر والترهيب أيها فرقاً عايزين بقى نوضح للناس التنمر هذا قد يكون إذاء بدني أو إذاء لفظي أما البلطجة استعراض قوة ترويع آمنين ترهيب الغير عدم تنفيذ الأحكام مقاومة السلطات ولكن يجب أن تكون هناك قوة وبلطجة باستخدام أسلحة نارية استخدام أسلحة بيضاء استخدام أسلحة عادية مثل الشوم والعصى والطوب والزجاجات أما التنمر من غير أي استخدام أي أسلحة نهائية باللفز ولا تنابز بالألقاب بالزبط كده عبارة عن سخافة نهانا دينا إن إحنا يعني نقول له واحد مثلاً يا كذا بالزبط كده يعني نشوفها عايب فيه والنديب فيه النهاردة لما ييجي المتنمر ده يهين أي حد بدون أي أسباب ده خلافه غير البلطاجي البلطاجي هو مجرم عنيف أما المتنمر مجرم ضعيف الفرق بين المجرم العنيف والمجرم الضعيف إن ده مجرم قوي أما المتنمر مجرم مريض نفسياً قد تعرض لظروف جعلته يتنمر على كل شيء ليس يتنمر على الأشخاص بس ده بيتنمر على الحياة بيتنمر على المجتمع بيتنمر على كل إنسان ناجح لكن جريمة التنمر بصفة عامة هي ما كانتش جريمة في مصر ولا في الوطن العرب ده جريمة نشأت أساساً في دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية بسبب التفريقة العنصرية لكن إحنا من إمتى كان عندنا تفريقة عنصرية ولا من إمتى عندنا المشاكل من هذا النوع ولكن هو الأساس في كل ده إن المتنمر شخص قد تربى تربية سيئة جداً إحنا طول عمرنا عندنا الموضوع ده بدليل إن القرآن قال ألها زمان من ألاف السنين ولا تنابزه بالأبقى يعني ما نديش حد أقوله يا كذا أو يا كذا أو يا كذا ما نقيش الحاجة الوحشة مثلاً اللي فيه إنما حكاية إن القانون ابتدى يفوق للجزئية دي وسمها التنمر ده الكلام جميل جداً على فكرة هم اللي بياخدوا مننا أحنا مش بناخد منهم هم بياخدوا مننا التباعة الحلوة وبيصدروا لنا الجرائم وبيصدروا لنا الأحداث السيئة يعني ما أقهل إيه اللي خلى إن فيه تنمر التميز وقت منين التميز من خلال صفحات السوشيال ميديا من خلال الإعلام من خلال أكتر من شيء وصدروا صدروا لنا الجريمة طيب يا ترى يعني يعني القانون هنا هو ترادع للسلوكيات بعض المواطنين لأنه أحياناً ما بتقفش عند اللافز يعني إحنا شفت في الفيديو بتاع شباب حداي الأوبة إنه بيحاول يمسك الشنطة منه اللي حطتها من وراء وبيحاول يعني يعني يمدي إيده فهل هنا القانون رادع للسلوكيات بعض المواطنين اللي ممكن يبقى فيها مد إيده يا فندم هو القانون في مواده موجود وفي عقاب على كل فعل كل جريمة بترتكب لها نص في قانون العقوبات ولكن المشكلة في تفعيل هذا القانون لكنها العقوبة موجودة في الضرب وفي السب وفي الإزاء وفي البلطقة وفي السرقة وفي التعدي يعني النهاردة لما ييجي يشد منه الشنطة ده مش تنمر بس ده هو التنمر إنه هو يقف يقف هذا الشخص ويعتار الطريق هذا الشخص ويبدأ يسخف عليه بأفعال سخيفة هو ده التنمر لكن لما ييجي يشد الشنطة وياخد ما فيها ده جريمة تانية والجريمة التالتة بقى إنه هم يصوروه ويحطوه على صفحات السوشيال ميديا ده جريمة تالتة تعتبر جريمة بقى تبقى للقانون 155 سبقين لساة 2018 برقم السوشيال ميديا يعني ما فعلوها هؤلاء الأشخاص أكتر من جريمة ولكن نرجع تاني بقى الموضوع برقم نحن تقول برضو أنت كمحابي عايز تطلع براءه في نفس الوقت بتكيف له القضية عايز تزبطه يتحبز المهم لو حد يجي من الطرف ده والطرف ده إن شاء الله براءه هو أصلي المشكلة المشكلة في التربية هي المشكلة في التربية يعني لما يبقى طالب جامعي الطالب جامعي ده في بعض الدول حكم العالم سنه مش صغير علشان يتعدى على شخص ميش مصري وأصغر منه سنا ويتعرض عليه لفظا وقولا وفعلا بألفاظ يعني إيه الاستفاد النهاردة لما بيسألوا المتهمين التلاتة في تحقات النيابة العامة إنتوا استفدتوا إيه يعني إيه واجه الإفادة ده برضو الفرق بينه وبن البلطاجة البلطاجة بيبقى الاستفادة منها جريمة إن انت بتعمل بتروع الأمينين لكن الاستفادة من جريمة التنمر إيه مرض نفسي بيقوله إنتوا استفدتوا إيه قالوا أصلحنا تم استحصلنا على كمية رهيبة من الإعجابات يعني شوف حضرتك النتيجة اللي هم عايزين يتوصلوا لها إن هم ياخدوا إعجابات على صفحتهم عايزين ياخدوا لايكات وحركات لايكات وحركات وده على فكرة يمكن الواطس يعني هيعمل حاجة ظريفة قوي والفيس هيعمل حاجة ظريفة قوي يلغي موضوع اللايكات دية ويخلي مثلا لو حد عامل حاجة معاناة يبقى عارف العدد لكن ما تبقاش للعمة وتبقى موجودة عشان خاطر في ناس حتى بتكتائب لما بتنزل حاجة وما بقاش فيه لايكات يعني فيه ناس بتوصل بيها الحال انهم يعودوا عياتهم يعني هم ارتكبوا الجريمة دي أساسا عشان ما يعياتوش مش عشان فيه جريمة ده هم ارتكبوا الجريمة عشان مش فيه الإجرام ده هم ارتكبوا الجريمة علشان يستحصلوا على نسبة من اللايكات بيدوروا على أي حاجة ده متهم عنيف ولا ده متهم ضعيف لا ده متهم عاوز يتعالج نفسي من أول البيت لحد المجتمع وعشان كده لازم يبقى فيه حكم رادع طيب يسري بيه يا ترى لو فيه أي حد تعرض للتنمر إيه الخطوات القانونية المفروض يتخذها عشان خاطر ياخد حقه أولا يا فندم أي حد يتعرض لأي شخصية متنمرة لازم يكون حريص جدا في التعامل مع هذا الشخص لأن احنا متفقين أن المتنمر ده مريض نفسية فقبل الإبلاغ وقبل ما تتوجه لإسم الشرطة عشان تقوم بالإبلاغ لازم تتوقع الحذر مع هذا الشخص يعني ما تقوموهش لأن الشخص ده مريض نفسيا ممكن يرتكب جرم أكبر من الجرم اللي انت متخيله على أنه مريض نفسية فانت تخطي بالموقف إلى أن تصل إلى أقرب اسم شرطة وحق التبليغ لكل مواطن تبلغ بالواقع كلها ده الواقع بتاعة حدايا القبة رئيس مباحث اسم الحدايا أبض على المتهمين بعد ثلاث ساعات ما شاء الله يعني أول ما الواقع تم ارتكابها ونزلت على صفحات السوشيال ميديا رئيس مباحث الحدايا تم ضبط الجناة في ثلاث ساعات هنا يصري بيه احنا عايزين برضو نوضح حال يطارة هو نزل أبض عليهم بعد ثلاث ساعات هل من غير تبليغ ولا تم التبليغ فقام بالأبض عليهم بعد ثلاث ساعات تم التبليغ بس النهاردة حتى لو ما تمش التبليغ والسيد مأمور الضبط القضائي شاهد جريمة فمن حقه أنه هو يتحرك هو شاهد الجريمة على صفحات السوشيال ميديا شاهد أحد الأشخاص بيتم إيهانته من أحد الأشخاص سواء تم التبليغ أو لم يتم التبليغ فليتوجه فورا لعرض الأمر على النيابة العامة ويستصدر إذن بالأبض على هؤلاء الجناة لكن في هذه الواقع تحديدا مين اللي قم بالتبليغ واللي كان لها موقف رائع وموقف عظيم السفارة السودانية يعني السفارة السودانية من أكثر السفارات أو سفارة جنوب السودان من سفارات السودان بالصفة عامة في مصر أو في دول العالم كلها من أكثر السفارات اللي بتحمي رعاياها في العالم كله يمكن الحوار ده أو الجريمة دي لفتت أنظار العالم كله تجاه دولة السودان رغم المشاكل اللي فيها ورغم الصورات اللي فيها ورغم الفقر ورغم المجاعة ورغم احترامنا ليهم احترام شديد جدا ما بيسيبوش في بيننا وبينهم صلت يعني نسب وأخوة ويعتبروا الدولة الشقيقة طبعا ولكن الدولة الوحيدة اللي في العالم بتقف جنب رعاياها لا وإحنا مصر برضو إحنا برضو يعني رواد في هذا المجال إحنا ما بينسبش حقنا والسفارات المصرية في جميع عن حق العالم على رأسهم طبعا وزير الخالجية والسيد الرئيس الجمهورية ما بينسبش حقنا في أي حط طيب هل يا ترى يعني شايف من وجهة نظر حضرتك أن التنمر السبب في المجتمع ولا الأسرة بص يا وقت بيه التنمر الخط الدفاعي الأول للطفل هي الأسرة فيجب بداية على الأسرة أن تقوم بتربية أبنائها تربية سليمة إذا كانت تربية دينية تربية أخلاقية تربية صحية تربية اجتماعية توعية ثقافية لازم الطفل والأب خاصة يخلي باله جدا من موضوع التميز التميز بين الأبناء لأن التميز قد يصنع جريمة النهاردة الطفل لما يلاقي نفسه أبوه بيفضل أخوه عنه أو بيفضل أخته عنه المواطن في شغله يلاقي المديره هو شغال وكف ويلاقي المدير بيفضل حد عنه في حياته العادية يلاقي الناس بيتفضل ناس عنه يتعب ويبذل مجهود كبير جدا وما يلاقيش أي شكر فكل ده بيخلق أو بيخلق إنسان متنمر طيب كلمة أخيرة لأن أنت الوقت معك بيجي رف الصورة أنا والله أنا محسنتش من الوقت أصلا أنا بسعيد جدا ربنا يخليك الحلقة اللي فاتت إنت ما جدش عشان كان عندك قضية خدت فيها براء مبروك طبعا نسينا نقولك مبروك لنا برضو طبعا نحن أصحاب البرنامج طبعا فكلمة أخيرة كلمة أخيرة أنا بقول لأي حد يتعرض لأي شخصية متنمرة يحذر ألف مرة في التعامل بعيد علشان خاطر المتنمر ده ليس هو بمجرم فقط ولكن هو مريض يستحق العلاج قبل أن يكون متأم يستحق العقاب ده نمرة واحد نمرة اتنين دور الأسرة ودور المجتمع النشء اللي طالع الجديد ده لازم يتربى تربية سليمة النهاردة إحنا بلدنا محتاجة أبطال زي أنت شفت مبارح المنتخب منتخب مصر مبارح سن 23 سنة عملوا اللي ما عملهوش الكبار كنا معتقدين أن هم شوية أولاد ولكن طلعوا رجال فإحنا النهاردة عايزين رجال مصر محتاجة رجال مصر محتاجة رجال وخدنا طرف الحديث من المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد والدستورية العليا خبير جرائم المعلومات عدو منظمة جينيفي الدولية بنشكر حضرتك ومنور تملي صباح بكرة أحلى شكريك يا فندم ودايما صباح بكرة أحلى منورة بوجد بيوزيري الإعلام الرائع الجميل وإحنا مستعدين دايما لمعرفة عشان نعرف المواطن حقوقه واجبته منتظرين أسئلتكم باستمرار للإجابة عليها أعزائي المشاهدين انتظرونا الفقرة التانية مع الحج أحمد عبد الرحمن فتوح نجل الحج عبد الرحمن فتوح يعني شيخ شيوخ محليات مصر انتظرونا بعد الفصل